عملنا حاجة أو فكرنا في حاجة اسمها أكلة مصرية بنكهة عصرية يبقى اللي هي إيه؟ اللي هي البيتزا المصرية مش الإيطالية فتير يا طب إيه دينا أنا عرفها؟ أنت تعرفي البيتزا المصرية إيه؟ فتير أنا أقول لها حضرتك عبارة عن عجينة البيتزا ده عجينة بس بدهينها صعص الطماطم الطبيعية ودخلها الفرن تأخذ نص سوا قبل بحط عليها أي حاجة خالص وبعدنا خرجها اللي أنا هحطه عليها إيه بقى؟ ده بقى لجبنا موزاريلا ولا كل العفوة يعني مش عايز لقول ألفوز بايقة أقوم أنا عامل إيه؟ عامل العجة المصرية العجة المصرية هي أكل عمرها خمسة ألاف سنة مكونة من إيه؟ البيض وشوية لبن أدي البروتين أدي البروتينات البيض ولبن وهي أصلا عجينة هدي النشا فاضل مغزيات سلامة العمليات الحيوية اللي هي كل الخضروات بجيب طماطم وأطعم مكعبات وحط أضربها فيها فلف الرومي بصل نص حزم الباقدونس مخصولة ورقة ورقة تحت الحنفية وحط فيها كل اللي إيدي طوله من خضروات أحطها فيها أبقى أنا كده ببساطة كالت وجبة متكاملة ولكنها مصرية الأصل ولكن في صورة المسلسات اللي بتتقطع وتتقدم وتعجب العائل الصغيرة والشباب اللي بيجروا عليها ببساطة شديدة فهي آمنة لا بحط بقى ما تسمى جبن المتزارلة اللي في تقريبا من 45 إلى 50% منها زيوت مهدرجة سمن نباتي أي منشأ لمختلف المشاكل الصحية والأمراض والشرايين وغيرها 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 ولذلك كانت فكرة أكل مصرية بنكهة عصرية حل حتى للأمهات اللي تيجي تقول أنا احتر تأكل العيال ببساطة شديدة تحلوة بشكل وحقيقي الأصلاح العجة دي جميلة بس هقولك حاجة طبعا لما دخلها تاني الفرن بعد النص سوى هدخلها تاني تسوي هنخش يعني مثلا اللي بقى دونس والخضروات اللي حتها مجرلهاش حاجة خالص أفا آه طيب خلاص فإحنا من هنا ورايح أنا حاسة نكري نهاردة هتروح تجرب بيها بالزبط كده هو بالزبط كده عندنا في المعهد قومة للتغذية فكرنا ان احنا نعمل ساشا في مطبخ تعليمي موجود عندنا عشان نعلم الناس بطريقة بسيطة وفي نفس الوقت نسبية اقتصادية وحضرتك عملتي صانية كبيرة أو صاك كبير هيأكل أسرة صحيح ورخص البيت نلواتي يعني البيت رخص الأول كنت قال والبصر رخص والطماطم رخص بسرعة بسرعة